الحمد لله الحمد لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وعزتي لا أجمع على عمدي خوفين ولا أجمع له أمين إذا أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإلى خاثني في الدنيا أمانته يوم القيامة وهو حليث حسن كما رضاك المبارك في الزوثي وصححه كثير من العلماء حسنًا 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 if you would like your khutbah and salah to be accepted inshallah it will be then just remind that you don't play with your phone you don't play with your tasbeer you don't open the Quran you don't do anything you just listen attentively hoping that Allah may benefit us from what we hear نبي صلى الله عليه وسلم says يقول الله عز وجل الله تعالى تعالى says in a harith إذا في قدس وعزتي لا أجمع على عمدي خوفيه ولا أجمع له أمني إذا أمينني في الدنيا أخفك يوم الغيامة وإلا خافني في الدنيا أممنته يوم الغيامة الله تعالى ستاسي حليف قدسي إذا أخذني في هذه الدنيا أخذني أن أعطيهم أن أعطيهم الإسلامة والأحيان وأنهم لا يشعروني في هذا اليوم ولكن إذا لم يشعروني في هذا اليوم ثم أعطيهم أنهم سيشعروني في دنيا أجمع فقال لنافع رحمه الله خرجتوا معي عمر رضي الله عنهم في بعضهم من واحد المدينة ومعه أصحابهم له فوضعوا سفرة فرضى بهم راعي فقال له عبد الله فهلوم يا راعي فأصف من هذه السفرة فقال راعي المصاح فقال له عبد الله في كفر هذا اليوم الشديد في هذا اليوم الشديد حرب وأنت في هذه الشعار في آثار هذا الغام وبين الجبال ترعى هذه الغام وأنت صار فقال راعي مبادر أيام الخالية فعجل لكم عمره وقال هلما كانت بيعا شاتا من غامك نجتزروها ونطعمك في لحمها ما تفضل علي ونعطيك ثمن وأن قال إنها ليس لي إنها لمولاي قال فما عفيت أن يطول لك مولاي لقلت أكلها الذئ فموضى الطاعي وهو رافع إصبعه إلى السناء وهو يكون فأين الله فقال نافع فلم يزل فلم يزل فاشترى منه الراعي والغنى فأعتقى الراعي ووهب الغنى الشاهد وإخوة في الله أن الفرق بين هذا الراعي البسيط وبين كثير من الناس الذين يتهارون في المعفية هو يقدار ما في القلب من تعظي الله جدوان هذا هو فرق كم يعظم الله هذا المزيد وإن ربنا أن نخص مقاصد الشريعة لها فهي حتى يعظم هذا الإنسان ربه متبارك مقاصد شعبان والعوضان والحج كلها حتى يفهم هذا الإنسان ويتعلم كيف يعظم إبن عمر وإبن عمر وإبن عمر وإبن عمر وإبن عمر معادي سبب و وقصره مجموعة منذ فرد، وقد كانت أجربة جداً وينما تفرين سبب رجاء، سبب فارغة جداً، وقد كانت أجربة جداً وقد كانت أجربة جداً، وقد قد قد كنفراء على الجهد، وقمت بسيطة وقد قد قد أجربة جداً، فقد قد 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 قلقك على سبب وقلقك "...فيد، إذا كنت لا تسكن لدينا لدينا نصرها أرضاً فهو سوف نهicio!" وصد شبر صديقه صديقه ونهر مجحتف لايم! ويقول لماذا؟ ليه 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 في anybody من العقل ويأون ترى. يقول لهم، يكون من الممال لديّ يوم ما؟ لا يقول لدينا أن هناك ليه 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 ليه؟ الشamment paused and then he said to them then where is Allah where is Allah Allah is watching if my master is not watching Allah is watching Ibn Amr said I kept repeating then where is Allah until Ibn Amr went back and sent to the master of the shepherd to purchase ويزحيه من إلغاء مراره سبيل المسلمين ويجبه من إلغاء مهي ويجبه من إلغاء مراره أساسي هذه باتت nyاري إنها حسنا إبداية أو رمضان التي روحها أو لقفة إلغاء وانها وإنها وإنها تباوِّ إلهıyla للغرصة والمعنفى الله أحداً لأنك عندما أنك في المدرسة لأنه في العالم فقط أن لا تقوم بالغرصة التي يقوم بالغرصة لأنه لا يقوم بالغرصة فإنه مدرسة فإنه لا تقول إني وحيب لا تقول إني وحيب فألعي يارقين I have a watch over me and there is Allah تعالى the difference between this shepherd and so many people is that what is in the heart of the shepherd is different to what is in the heart of so many people when it comes to Allah تعالى that is why when he wanted to describe the greatness of Abu Bakr رضي الله عنه قال الله ما سببه أما بكر بكثرة صلاة وليس بشيء وطر في قلب فلوه الإمام واليطين he said I swear by Allah Abu Bakr رضي الله عنه did not go ahead of the rest of the sahaba because of excessive salah or excessive fasting in comparison to them of course he said it wasn't because he did more salah than them or he fasted more than them but because of something that was deeply inculcated in Abu Bakr's heart and that is the Imam of Allah that is the fear of Allah تعالى the fear of Allah تعالى and this is why one day when Abu Bakr رضي الله عنه I was a khalifa and one of his servants came to him and brought some food and as soon as Abu Bakr ate the morse one bite of it he stopped and he says where did you buy the food from? he said from such and such a place he said where did you get the money from? he said in the days of before I was Muslim I was a sorcerer I used to do magic and I used to do money and from those days somebody bought me some money now they gave it to me I bought food with and I ate it so Abu Bakr inserted his finger in his throat and vomited over for God he said a morse of haram that nourishes the body will make this body deserving of jihannam may Allah تعالى say it فَنَحْنُ فِيهَا الْزَّمَنِ إِفْوَةِ بِاللَّهِ قَدْ كَبْرَتْ فِيهِ الْأَشْغَالِ وَتَأَيَّرْتْ فِيهِ الْأَحْوَالِ وَنْبَهَرَ الْنَّاسِ لِمَا صَرْعُوا وَنْبِلْ مِنْتِشَافَاتِ وَعَمْرَانِ وَنَسُّ عِبَادَةً مِنْ أَعْوَمِ الْعِبَادَةِ وَهِيَ التَّفَكُرُ فِي مَا أَبْدَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَحْنُقَاتِ فَنَقَصَ تَعْضِيمُ فَنَقْصُ أَعْضِيمُ اللَّهِ مِنْ نَقْصِ الْإِيمَانِ and today my brothers and sisters we are as human beings we are so proud of our achievements we've sent humans to the moon and now we want to conquer other planets and we have built lofty buildings and we've become so busy with so many things and in doing so we forgot one of the most important acts of ibadah one of the most important acts of worship and that is التَّفَكُرُ بِعْرَمَةِ اللَّهِ is to deeply contemplate and ponder about the greatness of Allah by examining his creation كما ركو تعالى ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام لما رأى القوم يطعون في الشرك وهو أعرم المعاصي علم أنهم لم يعظم الله تعالى في قلوبهم حق عرمته فذكروا بآيات الله تعالى في الكون لعنهم يتفكرون فيها ويؤمنون فقال ما لكم لا ترجون لله وقال وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف فلق الله سبع سنوات انطلاقا وجعل البرر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أهمتكم من الأرض مباتا ثم يعيبكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض لساقا لتسلقوا منها سبلا مفجاة when Nuh عليه السلام saw his people committing sins and dismaying Allah تعالى because of the absence of the fear of Allah in their hearts because of the absence of تعظيم الله the absence of glorifying Allah تعالى he reminded them and he said to them will you not fear Allah's majesty when he has created you in stages by stages he reminded them of the creation have you ever wondered he said how Allah تعالى created seven heavens one above the other placed the moon as a light in them and the sun as a lamp how Allah made you spring forth from the earth like a plant and how Allah and how he will return you onto this earth and then bring you out from it again and how he has spread the earth out for you to move along its spacious paths ask yourself and my sister ask yourself ponder every day just give some time of our busy time and think about Allah's greatness through his creation who created the heavens the seven heavens and raised them and lifted them with ankhilas and who placed the mountains as pegs to balance this earth and who spread this earth and who created the animals and who created the ants Allah تعالى who sends the same water down on the same ground but different plantations come through porringes and animals and animals each one with different flavors and different smell each one with different taste who did this Allah تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَنْمَسْنَا بِهِ الحدائِقَ لَا تَبَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٍ يَعْلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ طَرَارَةً وَجَعَلَ شِلَالَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًّا وَجَعَلَ بَيْنَ الْمَحْرَيْمِ حَاجِذًا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُ لَا يَعْلَمُونَ Who created the heavens and the earth? Allah asks. Who sends down water from the sky for you? With which we cause gardens of delight to grow. And who? And you have no power to make the trees grow in them. Is it another God but Allah? No, but they are people who take others to be equal with Allah. Who is it that made the earth a stable place to live in? And who made rivers flow through them? Who sends immovable, mountain-trained mountains on it and created a barrier between the fresh and salt water? Is it another God but Allah? No, but most of them do not know. The maqsad, the qil is my qil is my qil is. Sometimes people do five times salah and fast Ramadan but they have zero fear of Allah ta'ala. You see them come to the masjid. You see them prostrate and go out and make sujood. You see them run to say to me in the first stuff but there is no fear of Allah. What is the point? What is the point? Allah ta'ala ta'ala does not mean or ibadah. لا تنفعو الطاعة ولا تضغوه المعصية Allah acts of emilias don't benefit Allah and acts of disimilias don't harm Allah. Jalla fi urla. May he glorify it, taba'ala ta'ala. Allah azzawajal and that which makes a difference between one person's ribadah and the other person's ribadah is what's in the heart. It's what's in the heart. When none else can see you but Allah how do you behave in the house? How do you behave? How do you behave when nobody sees you? from the humans of the creation of Allah how do we behave? يوما إلى الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فإلى به يقول لهم تسمعون تأسمع قال الله يا رسيب الله واسمعوا من الحليف المفتصر قال أبطت السماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبطت السماء أبطت السماء وحق لها الأنطهد من الذي حدث؟ من الذي جاء؟ السماء العظيمة فيها حلم تقيل أبطت أن قالت أن تنكسر أتعرف الإماما؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام ما من موضع شكر في هذه السماء إلا وفيه مدى ساجد الراكع لله تبارك وتعالى هؤلاء الذين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يقومون إذا وعثوا يوم القيامة أتعرف ماذا يقولون؟ يقولون سبحانه ربنا ما أعلمناك حق عبادة لا يعصون الله حياتهم عبادة ركوع سجود وتنفيذ منذ أن يقومون لا يعصون الله ما أمرهم يستطيعون الله ولا يفسون ثم يقولون ما أعلمناك حق عبادة تبارك يقولون عن صلى الله عليه وسلم و قلت çıkarى وقالوا لهم جميلنا ما لقلوا لهم قالوا الناس شعر الله قالوا الهدوانين لقلت هدوانين لقلت هدوانين لقلت إنمظم in a space of a handspam there isn't a handspan space in the sugar but there is an angel that is a Nogbor' meaning it's packed with angels and because it's packed with angels it's about to cry and those angels who never who have been in since they were created only they raised their heads do you know what they would say they would say glory me to you oh Allah we did not worship you as you should have been worshipped and now how do we feel Ramadan is coming and nowadays we are almost like Shabbat really we should start getting ready for this beautiful visitor that is coming but with what gain with what voltage is it just for another year where we start ourselves or there is something more important and that is to need the taqwa of Allah so we can become cognizant aware of Allah now now سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسريفا كثيرا رباد الله لقد سمعتم بوسط أفضل ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام لا شك فجبريل تقل ستمائة جناح كل جناح يغضي الأفض فتخيل وتصور حجب جبريل عليه الصلاة والسلام هذا جبريل صاح صيحة دمور قرية كان وبطالة في جناحه طلب قرية عروس هذا جبريل المخلوق العريف رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعواج في السماء السابعة كثم الخلق تعلمني ماذا لأن جبريل عرف عروس عرمة الله فزاد خوفا وخشا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قرضته يوم القيامة جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله حق قدره وقرية عروس عرمة وقرية عروس عرمة وقرية عروس عرمة فقط أغلبهم وهموا رأسهم وهموا رأسهم وهموا رأسهم انظروا الوقت وهموا رأسهم وهموا رأسهم تخلطوا؟ كما رأسهم نقول في السرعة في السرعة قالت انظرواع مجتمع لماذا؟ لماذا؟ 이유ه لأضم الله إذن لماذا هي فخيرها من أخرى من أنه تتعدي عندما أضم الله أقصدها قموة إلى البدان أنه تفضل سبب منه وعليه السماوات وحجمها وصعها يطيها طب كطيس في الكتب رفيع الدرجة تبارك وتعالى ذو العرش هذه المملكة الآن الكريمة الثانيين هي الثانييني أن البتنين نبتل acceso للغاية والكيب ستكون رئيساً لكم دائمين للمتاين يستفيد وإنك العرب من المبتلات وإنكال الميزة للمتلاتيين مرنة في البتنان وكيب السرplainي السر والذياء في الأمور كريمة للغاية إنه يسهل رغب أن تتفضل رغب أن تتفضل تشبه لأنه يتفضل لقاء تشبه إلى تصبح أكثر عزيزة من أجل الأرض هم يتضعوا بحياته يتضعوا بمعاضي وإنه يستمعوا بحياته أخيراً قال عليه الصلاة والسلام شكراً للمشاهدة ما منكم من أحد إلا سيتلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان شكراً للمشاهدة وإن الله أشعر منه فلا يرى إلا مقدم ويمنر بين يديه فلا يرى إلا النار فلا يرى إلا النار فلا يرى إلا النار فالنار تطارك فيه فاكتب النار فلا يشكتهم رأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد فلا يرى إلا النار فلا يرى إلا النار النار فلا يرى إلا النار و señام التطارك يرى إلا النار فلا يرى إلا النار وَيَقُولُونَ يَا وَإِلَى سَلَى مَالِيَ هَذِ الْكِتَابِ لَا يُضَالِ مُصَرِرَةً وَلَكَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَاً وَوَجَدُوا مُعَمِّرُ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا The record of the deed Allah says will be laid open on the day of death. And you will see the guilty. You will see the guilty of that death is made at what the book contains. They will say, woe to us. What a record this is. It does not leave any deed, small or large, and accounted for. They will find everything they ever did laid in front of them. Your Lord will not be unjust to anyone. this is the صدى وسلموا على الرسول الله اللهم صدى على محمد وعلى المحمد لما اصليت على الله علي الم freض الم sociaux اللهم يبارك على محمد وعلى آه محمد كما بارت على إرهيم وعلى آه إرهيم إنك حبيل مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلالي والحكوى عظيم سلطاني اللهم إنا نعوذ بك منك لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الغار اللهم إنا ذنوبنا بلغة عنانا السماء ولا يغفرها إلا فاغفر لنا أغفرة من عندك ورحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما طرر إليها من قبل ما عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك معينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ربنا جنة الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا على الأب النار وصلي الله ومباهر على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخيار سبحانه ربك رب العزة على صمنا وسلام على المرسلين وحمد لله رب العالمين الله أكبر